مرحبا شباب كيفكن شنونكن ان شاء الله انتو بألف خير معكم اخوكم من قاهر السوري بدرس جديد اليوم يا شباب هنحكي درس جديد طبعا هم مو درس درس هنحكي للطلاب اللي اللي هلا حاليا متخرجين عام عام ٢٢٢٢٢ متحيرين انه يسافع اوروبا واللي حاب يروح الامارات وتوظف وووووووووووو اليوم يا شباب هاتكن شغلة كتير مهمة مثل ما هلا سمعاني حاليا كتير شركات مثل متا والامازون والتويتر والشركات على مرار عم تقلع منظفينا بهالحالة هاي فانت تخيل خلصت استغلت بهالشركة وهلا صار صرف كتير اقتصادي صعب في حرب الصين كانت سيتجي على الطريق في حروب كتير اقتصادية وما تنحل صعب كتير تنحل فهي الشغلة حرب اقتصادية اسعار هتغلى واسعار الصرف هتغلى كتير هتغلى فهنيك ازا سافات برا منظفة اني كمان انت يكن العوق الشركة الشركة معت تستفي حتى والامارات او تشتعله منظف وكزا والراتب ما يكفيك واسعار هتغلى فانيوميا شبح لكم شغلة تشتغلوه منيح منيح هلا انت كطالب جامعة مخريش سوريا بسنان او شو ما كان دولة بنصحك تسافر يا صديق العزيز على دولة رخيصة اذا انت عليك جيش سافر اذا ما عليك جيش تضل بسوريا واشتري فريلانس اذا عليك جيش المعظم الصيني نكون عليهم الجيش بتروح على مصر تشتغل شي اسمه فريلانس تشتري فريلانس افضل بصراحة من التوظيف لان بصراحة التوظيف في دول كثير في تركيا في مصر في تركيا في مصر هؤلاء دول منيحة تشتغل فيها فريلانس كسعر عملة منيحة يعني انك توفي معك وانك دولة رخيص مقارنة دول تانية والعملة يعني منهارة عندهم فبالتالي فينك تشتغل انت كفريلانس وتوفي معك مثلا ما عليك عقوباتك سألحكي فينك تشتغل بيبال وفيزا كار وتركيا في فيزا كار فينك تشتغل فريلانس هناك في تركيا او مصر او شو ما كان دول دول يعني تشتغل فريلانس وبتجيب عملة كتير خيالية وبعدها بتفتح مشروع شركة بسيطة جدا تستغل الفرصة المناسبة لك تفتح شركة انت الفرصة المناسبة تفتح شركة فيها رغم الظروف المناسبة انت تفتح شركة ظروف مناسبة وتستغل الوضع مو تفتح شركة مثلا زكاة صنعي وهلا مثل مثل متر افيرس فتحت فكرة الاي اي و في اار وهي الوضع غير مناسب صارت حرب اوكرانيا وويسيا فما في طلب عن شغلها وهذا الشي ادى لخصارك متر افيرس فانت تفتح مشروع وقت المناسب المناسب للوضع فهي تفتح طاعم اكل ووووووو شي يحل ازمة معينة انت كصفتر اجينيار او كصعبا تفكر اي شهاده تحل ازمةcole بالبلاد اللي انت عايش فيه بتخدم الشعب و المواطن هذا الشي الكثير يفيد بالبلاد وهذا الشي كثير مشروع ناجح بصراحة ما الذي يخدم بهذا الظروف يخدم هذا الشعب والمواطن فانت من خلاله تلحق حالك على اي واحد يشتغل لحق حالك بالسيكورتي فريلانس لحق حالك بأن هناك كثير منافسة كثير كثير واذا تلحق حالك تشتغل قدر امكان مثل الروبورت اول كم شهر ما تهدي ما تنام تتعط تشتغل طول الوقت وتدرب حالك تلحق حالك ولا تخسر وقت ديئة من وقتك تخلص تشتغل خلال 6 شهر سنة تلحق حالك ما بتعرف خلال سنة شو بتصير وبصير معك مصاري كتيب تفتح شركة حسب تستغل الفرصة مثل ما عدت لكم فرصة مناسب للوضع البلد بيخدم الشعب بوقتنا الحالي لا تفكر شي انه والله الترفيه الترفيه حلو بيكون وقت غير حرب ما فيه حرب بين روس اوكرانيا ما فيه شارع ان كان يصير مثلا حرب بين تايوون والصين فهذا الشي كمان يعني انت تقدر بهذا الوضع اهي تمام هكذا بكم اتمنى اعجبكم الدرس بمتمنى اشتركوا بالقناة حاولوا التور وفريلانس انه هلا المستقبل حاليا لفريلانس صراحة بصراحة بصراحة اذا انت عايش بسوريا بنصحك تطل هون بسوريا اذا ما عليك جيش طبعا الفريلانس ومشا بسوريا اسعار خيصة بنسبة العملة فهنا بتتحول كذا 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 بتدري تعيش ملك ومسوريا افضل من برا اوفار من برا سلام عليكم ورحمة الله وبركاته